اليوم لما نتحدث عن تعليم أبنائنا الآلات الموسيقية باختلافها إقاعية وتارية وغيرها في تدرج يمكن بموضوع كيف نبدأ وبأي آلة نبدأ ومرات الأهل بصيروا بدهم يفرضوا نوع آلة موسيقية على أبنائهم فالبداية قلنا نتحدث كيف نعرف هل أصلاً أبنائنا في عندهم ميل لتعلم آلة موسيقية بشكل عام شوفي بداية مشكورين على الاستضافة الكريمة أول شيء يتم تحديد الآلة الموسيقية طبعاً بناء على شغلات كثيرة أول شيء ممكن عمر الطفل هل أنه بناسب أنه يستخدم هذه الآلة الموسيقية زي ما بتعرفه الآلات كثيرة بأحجامها وطريقة العزف عليها فأنا قبل ما أجي أنصح ابني أنه يتوجه الآلة موسيقية لازم أشوف أنه يقدر أنه يتمكن من هذه الآلة مثلاً عندكم فيه طفل بعمر الخامسة ما بعطيه مثلاً آلة وتارية كبيرة آلة كبيرة يريد أن يكون أصابه متمكنة أو يقدر يعزف عليها الطفل عموماً بأي مكان وأي زمان بس يشوف آلة موسيقية يكون متلهف يكون عنده فضول عنده فضول وأنه يتعلم فأحكي لكم شوي من خبرتي في المدارس لما كنت أعزف كان يجي الطفل بس يكبس على بعضه يريد أن يجرب شو هذا الشيء يعني شو هذا اللي أنا قدامي خلينا أشوف كيف صوته وخلينا أشوف الشغلات هاي فأكيد يومنا نتوجه للآلة بدنا يعني نتفق أنه يكون عمر مناسب لهذه الآلة وبدايةً يبلش بعمر الخامسة حكيت لكم يعني ممكن أنه نحفزه على الآلة بس يبلش شوي شوي يطور في العمر أبلش معها في الآلة الموسيقية نعم سيف قداش مهم أنه نحنا يعني نوجه أطفالنا لتعلم آلة موسيقية وهل فعلاً الموضوع هو أكيد مش رفاهية هو أكيد رح يضيف لشخصية الطفل رح يضيف لحياته رح يغير في حياته طبعاً بشكل إيجابي جداً يفيد الطفل إذا بتكون الأهمية و للفوائد هي عظيمة جداً الآن هي الموسيقى إذا بتحكيوا بشكل عام لغة العالم نعم وهي أسلوب حياة صارت من استخدامنا اليومي من أهمياتها ممكن أذكر لكم أنها بتسارع بنمو الدماغ عند الطفل هو بتعود على مهارة اللغة و مهارة القراءة كيف مهارة القراءة بس لنفسر لكم بشكل أوضح وللمشاهدين لأنه الآن هو بس 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 بيعزف يعني يقرأ نوتا فعماله تشتغل عنده حاسة النظر و حاسة السماع وأيضاً عندكم باللغة بديوا يقرأ النغمات فبديوا يشتغل معها لإقاع الزمني في النغمات كيف كمان ممكن تكون من الأهميات بتسقل شخصيته بتهذبه سلوكياً في المجتمع وفي شغلة الآن ممكن تعلموا بشكل كبير الصبر اسألوني كيف الصبر مثلاً كيف الصبر؟ الصبر مثلاً كل آلة موسيقية عندكم بدها وقت وجهد وطاقة فهو بده يكون عنده دائماً حافز أنه يستنى شوية تا يجهز التمرين أو بده سمع التمرين للمدرب فبده يصبر على حاله بده يقول لازم بكرة أنجزه ولازم بكرة أنجزه مشكلة هذا الجيل ما عنده صبر بده يتقن على طول الأغنية عشان يسمع يشغل كثير مهمة بحب أحكي لكم إياها مع تطور التكنولوجيا الحديثة صار الطفل ترى بيقدر لحاله يفتح على التلفون ويفتح مثلاً بيانه أونلاين فهو عماله يرى من التلفون ماهو الألات الموجودة طفلنا صار ذكي بهاي الأيام بصراحة سيف إذن من عمر دعونا نحكي أربع أو خمس سنوات ممكن الأهل يلاحظوا اهتمام أططالهم بشكل عام بالألات الموسيقية أريد أن أختار لأبني هل هناك أمور أساسية هل أسأل مثلاً أخصائيين الموسيقى مدرسين الموسيقى أو أحاول أفهم من ابني ماهو الأهل اللي سيحبها وخصوصاً إنه ممكن الطفل بهذا العمر بس براح يطلع على الشكل هو مش عارف قدراته في موضوع الموسيقى فكيف نتدرج معه؟ أوكي من خبرتي في بعض المدارس بحب أخذ من تجاربي عشان أكيد لما يفوت الطفل على الصف مثلاً أو على المعهد أو على المركز بديو شوف الآلات جميحة نعم بديو كون شغفة ولا كل آلة ما بيشوف إنه هاي الآلة صعبة أو إمكانياته صعبة هون مين دور التوجيه لمن؟ للمدرب الموسيقي فهو ينصحه أنه لا إنه هون إمكانياتك مش لآلة اللي بيانه استخدم هاي الآلة مثلاً فيه آلات لعمرهم الصغير الموليديكا هاي آلة نفخ مع عزف كيبورد فبتسليه وبقدر يعزف عليها ممكن على عمر الثامنة خلنا أحكي لك أو عمر 12 سنة ممكن أفوت معه بالآلات شوية الصعبة الآلات الوترية والآلات النفخية بدور كبير إجابة على سؤالك بترجع للمدرب هو اللي بيوجهه وفيه اختبار بيكون قبل طبعاً عشان أنا أحدد وين اتجاهه فأنا يعني بتجه للأهل دائماً ما تبعتوا أطفالكم على أي آلة موسيقية لأنه تكون في النهاية أنه يستمر فيها ويتحكم فيها حيان الأهل بيكونوا هم نفسهم بحبوا آلة معينة بالضبط بخلالهم مصيروا وجهه صح بالضبط السؤال إنه هل كل طفل موهوب هل كل طفل يستطيع أن يعزف أم لا؟ شوف إجابة على هذا السؤال مش شرط لازم يكون الطفل موهوب عشان أنا أعلمه موسيقى الطفل الموهوب بيجي من رب العالمين موهبته بس الأهل بيينموله هاي الموهبة بس أنا كحدة هاوي مثلاً ما بحب أكون عندي موهبة خلاص بفوت في الموسيقى بشكل عام أنا بدأتعلمها إش جديد مثلاً مهارة معينة زي مهارة اللغة ومهارة الكتابة مهارة الشعر مثلاً أنا عندي مهارة الموسيقى بدي أفوت فيها بدي أشوف شو إيجابياتها طب أجربها يعني فهي لا مش شرط أنه تكون في موهبة بقدر أي حد يعني طب إذا مش موهبة مثلاً ممكن أنا آجي أسقط صفة أنه ابني ما بيحب الموسيقى ولا إحنا عنا هذا الميل الطبيعي بالفطرة للموسيقى هلا شوفي الطفل بداية ما لسه مش واصل المرحلة اللي إحنا واصلين لها مش ويحب وشو يكره هون برجع بشكل كبير على الأهل توجيه الأهل أنا بعمل له سيستم خاص أنه أنا وين أعطيه حصة رياضة أعطيه حصة موسيقى أعطيه حصة رسم بنظم سيستم خاص لأبني نعم ومع الوقت يعني مع العمر تبعه بده بلش أحب بده بلش أشوف أنه أهلي لأ أنا صحوني بالإشي الصح نعم طب وين بصير إعادة التوجيه يعني مع الوقت مع التمرين ممكن أنا أعيد توجيهي للطفل أنه بلش فيه آلة أوجهه لآلة أخرى أو أوجهه لمكان آخر بصير هيك بالعادة شوف هي لغة الموسيقى على أي آلة واحدة يعني أنا بدي أقيس لك يا مثال يعني أنا بدي أقيس لك يا مثال يعني بدي أتعلم سكيل دو دو ري مي با سو لا سيتو مثلا على أي آلة موسيقى بدي أعزف هو فهو بدي أتعلم وهو صغير وهو كبير بس وين بيختلف عندك صعوبة بإمكانياته على الآلة لما بدي يكبر شوي بدي تنتقل المهارة معاه بالعمر يعني بدي تظلوا حافظ مثلا المثال اللي ذكرت لك بس بيجي بيطبقوا على آلة أصعب نعم تمام فالآلة الأصعب كيف بيصير اختيارها بنفس المدرب يحكي له خلاص أنت لازم تختار هذه الآلة بلشت ذكائك يعني يعلى شوية مهارتك بلشت تصير أحسن يعني نعم سيف في بعض المدرسي الموسيقى بيحكو لك الطفل لازم يبدأ مثلا بعمر صغير بآلة البيانو تحديدا بيعطيه أساس السلم الموسيقي والنغمة بشكل عام هل أنت مع هذا التوجه ولو ممكن نبدأ بآلة تانية هو بيرغبها أشوف مع العمر اللي صغير لا أنا شوي بعكس رأيهم ليش لأن الآلة اللي بنحكي فيها اللي بيانو بالتحديد لقيت فيه والله كثير ناس شغف لأيلها يعني حتى الأهالي نعم زي ما تفضلت أستاذ هيثم بصير الأهل اللي بحب الآلة يوجه ابنه عليها الآلة صعبة كثير بدها ذكاء بدها عين متواصلة آه يعني ما نبدأ لهم بالصعب نعم نبدأ لهم بالشي الصعب عشان ما يمل من الأشي بشو نبدأ ممكن ممكن تبدأ له فيه آلات الإيقاعية أو المراكش الصغيرة مثلا هاي ممكن تسليه وبتعطي برضو موسيقى نعم وفيه آلات حديثة طلعت مع التكنولوجيا هي آلات الكيبورد الصغيرة على حجمها نعم نعم نسموهم اللي دوك ميلوديكا سوري يعني نعم طب ممكن يبدأ بآلة ويكمل آلة أخرى بس يكبر بس ينضج بس يعرف شو بده لا لازم الأفضل يكمل نفس الآلة ويحترف فيها لا لأنه بعد ما يزيد عمره لازم يأخذ آلي صعب حلو يعني ما بدي ضلوا على آلة اللي هي تندرج تحت اسم طفولة ولا أبدو يعزف آلي زي اللي بشوفها على اليوتيوب مثلا أو زي اللي بشوفها بالباند في العام طب ممكن نعطي الطفل خبرة فشل إذا نحنا ما قدرنا أنه مثلا نتواصل في التمرين أنه وديته أنا مرة مرتين ثلاثة ما قدر يعزف عطيته خبرة فشل بالتالي إنعكاسها رح يكون سلبي عليه يعني كثير من الأهالي بخافوا من هذا الأشي أنا أحيانا بخاف من هذا الأشي أنه عرض مثلا شخص أو طفلي لخبرة فشل أنا عارف أنه ما رح يكمل فيها وبجوز ما يزبط فبفضل أنه ما عرضوا لهذه الخبرة نهائيا شوف مبدأ الفشل للطفل هو إنعكاس سلبي أصلا أنا لازم كأهل لا دائما أحكي له حتى لو ما أنجز في هذه الأهل أقول له أنت بتعمل شي حلو فهي بدأ تشجيع من الأهل وشغلي كمان كثير مهمة الآلة الموسيقية لكل الأعمار ما بدها أنه أنا أظل حاط الفشل يعني هي المشكلة للموسيقى بالذات ما فيها لها نقطة نهاية يعني أنا حالياً ما صغر لهذا يعني بعضهم ولسه أقول فيه إشي جديد ممكن يكون مفيد كدورة مثلاً ممكن يكون مفيد لشخصية الطفل أنه يأتي مثلاً شهر أو شهرين أو ثلاثة يروح يتعلم على آلة معينة أو دروس معينة ممكن يتفيدوا كأساسيات للآلة يعني ممكن بشكل كبير بس بتعرفه بالآلة وكيف أساسياتها بس هي تحتاج إلى مهارة كبرة ثقافية يعني تكون بالنسبة له أكثر بس هي تحتاج إلى مهارة يومية زي ما حكيت لك وتدريب يومي ولازم يكون مرفق بين حياته نعم طيب بدي أرجع لأنواع الآلات وكيف بدي أعرف بتنسجم مع شخصية طفلي يعني لما نروح للآلات الإقاعية الصاخبة الآلات الواترية الآلات الهدخل بالأجهزة شو بتنصح مثلاً بحسب شخصية كل طفل من خبرتك دعنا نحكي من الطفل اللي ببلش من خمس سنوات من خمس سنوات أنا بنصحه بالآلات اللي هي لقاعية خلينا نفوته بجو الموسيقى أول شي تمام لسه بس يكبر شوي بعمر الثامنة أو الاثناشر سنة ببلش أعطيه آلات لبيانو آلات الكيبورد اللي هو بحبها اللي بكون جسمه قادر أن يعزفها نعم أو الآلات الوترية اللي انتي تفضلت فيها نعم أو الآلات النفخية في عندكم آلات كثير يعني وفي مراكز ومعاهد الآن بجميع محافظات المملكة يعني نحن تطور لنا ببلدنا كبير صار بقدر أي أهل يتوجه لأي مركز الآن كل شي موجود يعني حلو حلو الله يعطيك ألف حافية أستاذ سيف شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا 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 سيف شكرا لك شكرا لك شكرا لك